اطلال مفاجأة الولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتقابل ولي العهد محمد بن سلمان مع رئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا بس المرة دي المفاجأة مش في اللقاء ولا في تصريحات صدرت منه المفاجأة كانت في اللبس اللي ولي العهد كان لبسه واللي كان السبب في اندهش أي حد شاف الصورة ولي العهد المرة دي ما ظهرش باللبس المعتاد ولكن ظهر وهو لبس قاميسو بانطلون وده وضح طبيعة المقابلة بينه وبين السيسي وإن اللقاء بينهم كان ودي المكتب الخاص لولي العهد لما نشر صورة على تويتر بتجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد محمد بن سلمان وكتب عليها خلال لقاء ودي جمع بين سمو وسيدي ولي العهد وأخي فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا وبمجرد نظر الصورة على تويتر حصل جدل كبير بين الناس بخصوص لبس ولي العهد وإن أمره مش معتاد وإن الإعجاب الجميع ولي العهد اتوصف قبل كده بإنه تحرري وإن في عهده صدرة قرارات كانت تعتبر غريبة على السعودية زي إنه سمح للمرأة إنها تسوق العربية ودخول الملاعب وكمان كان بيحارب ما يسميه بالتشدد الديني وبيعتبر شيء دخيل على المجتمع وظهوره باللبس ده كان مفاجأة إلا إنه معروف بإطلالة المختلفة اللي بتخطف الأنظار وسبب زيارة ولي عهد محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي الفرنسا إنهم كانوا بيحضروا قمة مستقمال عالمي جديد في باريس